بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي تلميذ وتلميذات الصف الرضو الاتبائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الآن مع درس جديد من دروس القراءة مادة اللغة العربية ألا وهو درس الأقصر أم الحضارات تعالوا معا نقرأ الفقرة الأولى من الدرس مغزن الحضارة القديمة سأل بساطة الريح ماذا تعرف يا بكار عن مغزن الحضارة المصرية القديمة بكار هل تقصد مدينة أسوان بساطة الريح لا إنها ليست مدينة أسوان بل مدينة الأقصر التي تضم أكثر من ثلث أثار العالم وبالمناسبة يا بكار الأقصر هي طيبة عاصمة مصر في قديم الزمان نتناقش في الفقرة كلمة تضم معناها تحتوي على أي أن مدينة الأقصر تحتوي على أكثر من ثلث أثار العالم كلمة القديمة مضاد الحديثة حضارة قديمة مضادها حضارة حديثة كلمة مدينة مفرد والجمع مدن ما المقصود بمغزم الحضارة القديمة؟ هنا بكار سأل بساطة الريح بساطة الريح سأل بكار وقال له سأله سؤال ماذا تعرف يا بكار عن مغزم الحضارة المصرية القديمة؟ بكار كان يعتقد أن مغزم الحضارة المصرية القديمة هي مدينة أسوان فبساطة الريح سأل صلح له أو صحح له المعلومة وقال له أنها ليست مدينة أسوان ولكنها مدينة الأقصر لأنها تضم أكثر من ثلث أثار العالم والمقصود بمغزم الحضارة القديمة هي مدينة الأقصر وسميت بهذا الاسم أو أطلق عليها هذا الاسم لأنها تضم ثلث أو تلث أثار العالم ومدينة الأقصر بالمناسبة هي مدينة طيبة عاصمة مصر في قديم الزمان في عهد أحمس في عهد الفراعنة الفقرة التالية أولا ماذا تعرف يا بكر ما نوع هذا الاسلوب ما نوع هذا الاسلوب إنه اسلوب استفهام استفهام لماذا؟ لأنه بدأ بادات استفهام وختمة الجملة بعلامة استفهام الفقرة التالية ما هي الأقصر الأقصر هي طيبة عاصمة مصر في قديم الزمان بكر نعم نعم لقد تذكرت الآن ما قرأت عنها إن الأقصر جمع قصر وقد أطلق عليها العرب هذا الاسم مع بداية الفتح الإسلامي لمصر وقرأت أيضا أنها مشتة سياحي في مصر ومركز جذب لعشاق الحضارة الفرغونية بساطة الريح صدقت يا بكر هيا بنا نحلق فوق مدينة الأقصر كلمة تذكرت مضاد نسيت تذكر شيء عكسها نس الشيء الأقصر جمع قصر مشتة مضاد مصيف مشتة أي أن السياح يذهبون إليها في فصل الشتاء مضادها مصيف أي أن السياح يذهبون إليها في فصل الصيف نحلق هي بنا نحلق أي هي بنا نطير هي مركز جذب أي مركز شد لعشاق الحضارة الفرغونية لعشاق الحضارة الفرغونية ماذا تعرف عن الأقصر؟ الأقصر أولا هي مدينة طيبة عاصمة مصر في قديم الزمان والأقصر جمع كلمة قصر وقد أطلق عليها العرب هذا الاسم من عبدية الفتح الإسلامي وأنها أيضا مشتة سياحي وأنها مركز جذب لعشاق الحضارة الفرغونية وبساطة الريح قال لبقار صدقت يا بقار فهي بنا نحلق فوقها مدينة الأقصر طيب لماذا سميت الأقصر بالأقصر؟ لماذا أطلق عليها هذا الاسم؟ لأنها أولا جمع قصر ثانيا أن العرب أطلقوا عليها هذا الاسم مع بداية الفتح الإسلامي الفقرة التالية أثار الأقصر بقار انظر انظر هذه بوابات إلكترونية حول جميع المواقع الأثرية المفتوحة لتأمينها ضد السرقة بساطة الريح هذه أفواج كثيرة من السائحين إنهم يقفون في انبهار أمام معبد الأقصر ومعبد الكرمك ومقابر ويد الملوك والملكات والمعابد الجنائزية ومقابر الأشراف وهذا معبد الملكة حتشبسوت الذي يسمى أيضا معبد الدير البحري المناقشة كلمة تأمينها المراد أنها جعلها في أمن وأمان المواقع جمع والمفرد موقع كلمة أفواج جمع والمفرد فوق أقول هذا فوج من السائحين كلمة انبهار معناها دهشة وتعجب كلمة معبد مفرد والجمع معابد كلمة مقابر قلنا أنها جمع والمفرد مقبرة مقبرة ما الأثار الموجودة أو ما المعابد الموجودة في الأقصر المعابد الموجودة في الأقصر عندي معبد الكرمك وعندي المعابد الجنائزية وعندي مقابر الأشراف ومعبد الملكة حتشبسوت الذي يسمى أيضا معبد الدير البحري ما فائدة البوابات الإلكترونية الموجودة في المواقع الأثرية فائدة البوابات الإلكترونية أنها تجعل هذه المواقع الأثرية المفتوحة تجعلها في أمان وهذه البوابات وضعت لتأمين هذه المواقع الأثرية ضد السرقة سؤال آخر ما هو معبد الدير البحري معبد الدير البحري هو معبد الملكة حتشبسوت ويسمى بمعبد الدير البحري سؤال آخر اذكر أهم آثار الأقصر اذكر أهم آثار الأقصر أهم آثار الأقصر معبد الأقصر معبد الكرمك ثلاثة مقابر ودي الملوك والملكات أربعة المعابد الجنائزية خمسة مقابر الأشراف ستة معبد الملكة حتشبسوت مرة أخرى أعزائي التلميذ ممتاز معبد الأقصر معبد الكرمك مقابر ودي الملوك والملكات المعابدة الجنائزية مقابر الأشراف معبد الملكة حد شبسوت الذي يسمى أيضا معبد الدير البحري فقرة أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم بايفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليسر رحمة ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسمت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم معاني المفردات يسر رحمه معناها يزور أقاربه كلمة يسمط معناها يسكت يقل مضاد يسمط أو يسكت اليوم الآخر هو يوم القيامة كلمة ضيف مفرد والجمع ضوف كلمات الجديدة هنا تجميع معاني المفردات التي وردت كلمة تأمينها أي جعلها في أمام كلمة أعماق التاريخ معناها التاريخ القديم جدا يسر رحمه يسأل عن أقاربه أو يزورهم اليوم الآخر هو المقصود به يوم القيامة كلمة يسمط معناها يسكت كلمة إعجاب معناها دهشة وانبهار كلمة إجلال معناها تعظيم وتقدير فلاسة الدرس أن الأقصر أم الحضارات السائحون يقدرون عزمة أجدادنا ومعابدهم وهي مغزن الحضارة المصرية القديمة لأنها تضم ثلث أثار العالم وهي نشتة ومركز جذب العشاق الحضارة الفرعونية وبها أثار عظيمة مثل المعابد والمقابر ومقابر الملوك والملكات كيف يأتي السؤال في هذا الدرس أحبابي هات كلمات تنتهي بحرف الألف أو الياء كالمثال جرع نريد أن نأتي بكلمات تنتهي بحرف الألف الليينة مثل كلمة جرع عندي مشا رمى ساعة هدى وهناك العديد من الكلمات مثل هذه الكلمة كلمة اهتدى اهتدى نريد كلمات تنتهي بحرف الألف الليينة مثل كلمة اهتدى منتاز أني أسمعك فتح الله عليك اقتدى اهتدى اهتدى كلمة دعا دعا منتاز فتح الله عليك دنى سمى على صفة سؤال آخر أجب عما يأتي دعا عنوانا آخر للدرس من يمكن يعطينا عنوانا آخر للدرس منتاز فتح الله عليك يمكن أن أقول مغزم الحضارة يمكن أن أقول عظمة آثارنا ما أهم الآثار التي في مدينة الأقصر منتاز معبد الأقصر معبد الكرمك معبد الديب البحري اللي هو معبد حتش بسود المعبد الجنائزية مقابر ودي الملوك والملكات ومقابر الأشراف السؤال ده مهم جدا معبد الأقصر معبد الكرمك معبد الديب البحري معبد حتش بسود المعبد الجنائزية مقابر ودي الملوك والملكات مقابر الأشراف أجب عما يأتي لماذا وضعت بوابات إلكترونية حول المواقع الأثرية فكر معي نفكر معا لماذا وضعت بوابات إلكترونية حول المواقع الأثرية فتح الله عليك أي نعم لجعلها في أمان لتأمين المواقع الأثرية وحمايتها ضد السرقة سؤال آخر بما يشعر السائحون تجاه أفارنا ولماذا؟ بما يشعر السائح تجاه أفارنا ممتاز فتح الله عليكم جميعا يشعرون بانبهار ودهشة لماذا يشعرون بهذا الانبهار وزيد الدهشة؟ لعزمة أفارنا وعبقرية أجدادنا لماذا كانت الأقصر مغزن الحضارة؟ لماذا؟ لماذا نقول أن الأقصر مغزن الحضارة؟ ممتاز لأنها تدم لأنها تدم ثلث أثار العالم ثلث أثار العالم كله موجود في مدينة الأقصر سؤال آخر اختر المشار إليه المناسب مما بين القوصين أنا أجيب لك اسم إشارة أقول لك كمل بمشار إليه مناسب هذه نؤط أقول مدينة أم مدينتان؟ هذه نؤط مدينة أم مدينتان؟ هؤلاء نؤط جندي أم جنديان أم جنود؟ هاتان نؤط سيارتان، سيارة، سيارات هذا نؤط معبدان، معبد، معابد هذه مدينة أم مدينتان؟ نعم هذه مفرد تدل على المفردة المؤنسة إذن فكلمة مدينة هي المناسبة، منتاز، أحسنت هؤلاء نؤط هؤلاء هذه جمع، وجمع مذكر إذن تصلح كلمة جندي جنديان، جنود نعم، أحسنت، فتح الله عليك إنها كلمة جنود هاتان، نؤط، سيارتان، سيارة، سيارات هاتان، تدل على المفردة المسنة المؤنس وبالتالي فإنها تصلح لها كلمة ممتاز، سيارتان أحسنت، فتح الله عليك هذا نؤط معبدان، معبد، معابد هذا مفرد مذكر إذن فالمشار إليه هنا المناسبة هو كلمة ممتاز، فتح الله عليكم جميعا إني أسمعك لا تتردد إنها كلمة معبد نتب كلمات كل سطر اللي تكون لجملة مفيدة هذا تعبير نحن نحاول أن نقوم بالربط بين جميع فراء اللغة العربية من خلال دروس القراءة ننتقل إلى النحو، ننتقل إلى التعبير وأحياناً إن لا إذن ثلاثة كلمات كل سطر اللي تكون جملة مفيدة تشير إلى المصري عبقرية الأقصر الترتيب ممتاز، ممتاز، أحسنت الأقصر تشير إلى عبقرية المصري أو تشير الأقصر إلى عبقرية المصري الجملة الأخرى أو السطر الآخر نحلق مدينة فوق نحن الأقصر نحاول أن نفكر معاً نبدأ بجملة اسمية مثلاً منتاز، نبدأ بكلمة نحن منتاز، فتح الله عليك فتح الله عليك، نحن نحلق فوق مدينة الأقصر السطر التالي، أو ممكن نحاولها إلى جملة فائلية نحلق نحن فوق مدينة الأقصر العالم تضم الأقصر آثار ثلث العالم تضم الأقصر آثار ثلث هذه كلمات غير مرتبة، نحاول أن نرتبها لك نحرج منها بجملة مفيدة نحاول أن ندعج جملة اسمية الأقصر تضم ثلث آثار العالم وإن حاولنا أن نجعلها جملة فائلية تضم الأقصر ممتاز أحسن، تفتح الله عليكم جميعا تضم الأقصر ثلث آثار العالم إلى هنا أعزائي تلميزة تلميزات الصف الرابع نكون قد وصم إلى نهاية درسنا اليوم ومع نفهم نتعلم ببساطة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته